قالك إلحق يا عم ده الست وخطفت الولد وخدرته وعملت وسوت وإيه اللي بيحصل فيك يا مصر وإيه اللي جرى وإزاي ومش إزاي وأين القانون يعني تاني حضرتك سبت إنه كانت لديك في نفس ذات الأيام عدالة شديدة السرعة شديدة الإنجاز شديدة الوضوح شديدة الحكمة شديدة الحسم في قضية نيره وإنت سبت كل ده ورحت تبص على فيديو وقاعد عمال بتشيره وما كلفتش خطرك تفهم كلفت خطرك طب لما أنت كلفت خطرك شيرت ليه وعلقت ليه طب أنت عارف التفاصيل تعال نتفرج مع بعض على الفيديو اللي حضرتك كنت بتشيره وحضرتك بتعلق عليه بكم بكم سلبية مزهل آه دي عمال فيديو خرجنا كده لا آه دي اللي مفترض الست الخاطفة تمام؟ أيوة وبعدين قال إيه؟ الشكة الشكة ده جوابا إيه؟ الشكة المخدرة اللي هو ما فيش حاجة في العلم يقولك الشكة المخدرة بس آه تمام؟ وبعدين الولد بقى يميل وبعدين يجي التوكتوك ويشيلوا الود ويحطوه في التوكتوك وهب فلق بقى يا جدع انظروا إلى الشكة المخدرة انظر إلى الخطف في وضح النهار انظر إلى كيف فعل مش عارف إيه بطيخة وهكذا يعني بدأنا بإنه انظر إلى الجرائم انظر إلى الشكة المخدرة انظر إلى الخطف في وضح النهار وبتعملي فينا كده ليه يا مصر يعني لازم إيه؟ دايما إيه واحد كده يعمل لك نفسه فيها ولد عميق وطني قوي يعني اللي هو إيه؟ مجروح وبتعملي فينا كده ليه يا مصر مصر يا نهار بيض يا حصلت بتعملي فينا كده ليه يا مصر حضرتك خدت قرار الاستسلام الاستسلام يعني انت استسلمت لفكرة انه في حد بيطلع دبوس يشك بني قدم يخدره وما كلفتش خطرك على الإطلاق تتأكد إذا كان دي حقيقة علمية ولا مش علمية مش بس كده دا سيادتك شيرت كل دا ولما طلع دا كاترة وأسدز التخدير وما إلى ذلك ويقولوا مفيش حاجة اسمها كده انت بقى لا شيرت ولا عملت لايك ولا علقت بالإجاب ولا أي حاجة وكأنك مقاردش حاجة طيب كل اللي انت شفته دا أي كلام في كلام كفتة كفتة ليه أولا لأنه أي حاجة هتحصل في مصر ثق ثق أن ما فيش حد هيرتكب جريمة وهتعدي طال الأمد أو قصر ليه لأن انت في عندك جهاز أمني حقيقي نشيط وإذا أحيل الموضوع للنيابة ثم للمحاكمة اللي انت شفته في قضية نيرها هتلاقي بيتكرر عدالة ناجزة وكشف كل شيء بتفاصيله وملابساته يعني لما يتشير الفيديو باعتباره جريمة في وضح النهار وأين البلد وأين الحكومة وأين الأمن وما هي قصة الشكة المخدرة والناس قاعدة عما لا تزيد الناس بتزيد وهيصة وما إلى ذلك تحب تتفرج على اللي حصل أقولك بمنتهى البساطة مش حاجة اسمها جريمة في وضح النهار كده وكل سنة الناس دي اتجابت كده ماشي طيب وبعد ما اتجابت يا عم يوسف هيعمله إيه والولد أخبره إيه تعال بقى كده نتفرج العيال اللي اتجابت دي العيال اللي اتجابت دي طلعت إيه تعالي نتفرج مع بعض نسمع ونتفرج ونشوف أنا اسمي خلف الجرش عبد الرحيم عم تلعال مقيم بمدينة جرجة عم تلك حسابين على مواقع التواصل اجتماعين باسمه أبو مكة على فيسبوك و باسمه أبو مكة نبر الصعيد على يوتيوب أنا اللي صورت فيديو وقالفت وفابريكت في مدينة جرجة خطف الوقت بالمخدم وأنا اللي كنت عامل ذور اللي لابس النقاب وكان معايا أخوي علي اللي هو كان سواج التوكتو وكان معايا أحمد عباس اللي هو اتخطف وكان معايا أحسن اللي هو صور الفيديو بالتليفون وهدفي إن أنا أحجد نسبة مشاهدة علي أوريب حم من فيسبوك اخطفوا الأطفال بيخضروا الناس في وضح النهار يعني دا كان خطف لا دا كان تخدير لا في وضح النهار فيديو متفبرك ومضروب واحد طلع قالك أنا اللي ألفته وفكرته وفبركت الفيديو واللي واقف جنبي دا سواء التوكتو واللي بعده دا الواد اللي عمل نفسه ضحية والتالت دا اللي مش عايف اللي شاله يعني راجل تنكر في زي سيدة واخبالك راجل تنكر في زي سيدة وقلف حدوته هو واصحابه وزميله من بقه قالك أنا قلت بقى نعمل كده عشان نحطه على الفيسبوك علشان أقدر بقى إيه أطلع فلوس هنا الدخلية عملت إيه بقى عشان تبقى فاهم وبنص بيان الدخلية وأظن يعني نص البيان والفيديوهات بتاعت ما أطلق عليه وقعة الخطف فيديوهات المفابركة واعترافات أبطال هذه الفابركة وهذه الجريمة وهم هيتحسبوا برضه وعتبتكرة أنهم مش هيتحسبوا يعني شوف الدخلية قالت إيه بفحص الفيديو من قبل وزارة الداخلية تبين أن الفيديو مفابركة وعقب تقنين الإجراءات وحط تحت كلمة تقنين دي 9000 خط ما فيش حاجة في البلد دي بتحصل دون أن تكون قانونية 100% وبعد تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على الفيديو وتبين أنهم أربع أشخاص مقيمين في محافظة سهاج واحد منهم وده بنصر اعترافه لحضراتكم سمعتوه ارتدى النقاب لإهام مشاهدي مقطع الفيديو بأنه سيدة هو قال لك أنا اللي ألفته وفبركت الفيديو ده الرأس الكبير يعني وبمواجهتهم اعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تمت فبركته بأحد شوارع مدينة جرجة في محافظة سهاج وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مدي من خلال زيادة نسبة المشاهدة ممكن نسمع الراجل تاني بعد إذنكو معلش راجل حتى لو الراجل لوحده يعني قال لك ده أنا فلان الفلاني من محافظة سهاج وأنا اللي ألفته وفبركت الفيديو واللي جنبي ده كعمل كان دوره كذا واللي بعده تعالوا نشوف تاني تعالوا نشوف تاني أنا اسمي خلف البرش عبد الرحيم عبد العال مقيم بمدينة جرجة همتلك حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه أبو مكة على الفيسبوك وباسمه أبو مكة نمبر الصعيد على اليوتيوب أنا اللي صورت فيديو وألفت وفابريكت في مدينة جرجة خطف الوقت بالمخدم وأنا اللي كنت عامل ذور اللي لابس النقاب وكان معايا أخوي علي اللي هو كان صواج التوكتو وكان معايا أحمد عباس اللي هو أتخطف وكان معايا أحسن اللي هو صور الفيديو بالتليفون وهدفي إن أنا حجل نسبة مشاهدة علي أوريب حمي من فيسبوك القصة دي باعتبارها شيء سلبي وتقدر تبص على القصة دي باعتبارها شيء إيجابي طيب تعال نفكر مع بعض بصوت عالي في دقيقة كده دي أو نص بالكتير واحد فيه شيء سلبي في القصة طبعا استخدام خاطئ مسف متدني لمواقع التواصل الاجتماعي وهنا تقدر تشوف مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت الناس لحد فين أي جري وراء أي حاجة تجيب أي فلوس مش مهم النتائج إيه ومش مهم هنعمل إيه المهم يلا بينا نعمل شيرز ولايكس ونجيب فولوورز ونجيب فلوس فتبقى القيمة الوحيدة هي الفلوس مش القيمة العليا مش المبادئ مش الإخلاق مش العقيدة فلوس طيب إيه تاني حضرتك بتشير عمال على بتطالع مياني دون أن تتيقن دون أن تتحقق دون أن تفكر وفورا تحط تعليقك السلبي إيش الإيجابي؟ أن مصر دولة 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 بالمعنى الحرفي والكامل غير المنقوص دولة دولة فيها قانون ودولة فيها أمن ودولة فيها متابعة ودولة فيها وضوح ودولة فيها شفافية ودولة مليانة بالآراء اشتركوا في القناة